ماذا تعرف عن ملك الجردان؟ في صباح يوم بارد من شهري كانون الثاني من سنة 2005 في قرية سارو في جنوب إسطونيا اكتشف المنزارع رايان كيف وابنه اكتشافا مثير للفضول فعلى الأرضية الرملية للسقيفة الخاصة بهم وجدوا مجموعة من 16 جردان متشابكة ذيولها في عقدة بشكل غير مفهوم كانت الجردان تصرخ وتكافح من أجل الهروب لكن كلما زادت قوة شدها أصبحت العقدة أكثر إحكاما يبدو أن الحيوانات كانت تحاول إخراج نفسها من جحر ضيق ولكن في الصراع دفن بعضها تحت الرمال السبعة من الجردان المتشابكة ماتت بالفعل قرر نجلورين وضع حد للمشهد الشيطاني الصغير وقطع عصى وقتل بقية الحيوانات المسكينة لم يكن راين كيف يعرف وقتها لكن ما اكتشفه كان ظاهرة نادرة للغاية تسمى ملوك الجردان لقد سجلت خلال القرون الخمسة الماضية ما يقرب من ستون مشاهدة من هذا القبيل موثقة في كتب التاريخ يتم الاحتفاظ أيضا بحفنة من العينات المحفوظة في متاحف مختلفة يتكون أكبر ملك جرد معروف والذي عثر عليه في سنة 1828 في مدفأة طاحونة في بوخايم وهو مركب من 32 جردان وهو محفوظ في متحف موريشيوس في ألتمبورغ في ألمانيا يقع ملك الجردان الأحدث في صارو الآن في متحف التاريخ الطبيعي علم الحيوان بجامعة طارتو وهو محفوظ في الكحول ويعرض للزوار بسبب الأمد للهواء الطلق جفت ذيول الجردان وأصبحت العقدة مفكوكة وفقا لإحدى الفرضيات تنشأ ظاهرة ملك الجردان عندما تكون الجردان خائفة فتقبض بعصبية على بعضها البعض بذيولها أو عندما يكون الجو باردا وتتجمع الجردان معا كما تفعل عادة عند النوم وتصبح ذيولها ملتسقة ببعضها البعض بواسطة عصارة الأشجار أو الدم أو الطعام أو سوائل جسمها وما إلى ذلك وتتجمد مادة الترابط أثناء نوم الحيوانات وبمجرد استيقاظ الحيوانات تحاول تحرير نفسها عن طريق التحرك في اتجاهات مختلفة مما يتسبب في تشابك ذيولها في عقدة أكثر إحكاما